أكدت منظمة الصحة العالمية أن هناك حوالي ثمانين حالة إصابة مؤكدة بمرض جدري القرود وخمسين حالة أخرى قيد الفحص والتحقيق في إحدى عشرة دولة ورصدت حالات إصابة بجدري القرود في الولايات المتحدة وبريطانيا وأسبانيا والبرتغال وبلجيكا وألمانيا وأستراليا وأثار انتشار هذا المرض القلق لدى الكثير فيما قالت الوكالة البريطانية للأمن الصحي إن جدر القرود لا ينتقل بسهولة بين الأشخاص ونسبة الخطر في تفشيه بشكل واسع لا تزال منخفضة هذا ويعد جدر القرود مرضا نادرا من أعراضه الحمى وآلام العضلات وتضخم الغدد اللمثاوية وطفح جلدي على اليدين والوجه